اشتركوا في القناة 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 القوة دي بتخلي البرتونات كزا منه بيستحملوا بعضة في النواة يبقى انا في عندي قوة قوة ناوية دي اللي مسؤولة عن انها تتغلب على قوة التنافر وتحويها لقوة التجاذب او تلغي التنافر ده خالص يبقى انا عندي برتونات موجبة بينها قوة التنافر اللي بينشأ بينها قوة ناوية بتخلي البرتونات دي انها تتنافق ما تتنافرش مع بعض تمام؟ طيب بيقول لي هنا ايه؟ توجب بين البرتونات الموجبة وبعضها قوة تنافر وهي قوة كهربية كبيرة هيبقى التنافر اللي بينشأ عندي بيكون قوة كبيرة بيقول لي بين النيوكلونات وبعضها يعني بين البرتونات ونيترون في قوة تجاذب مادية لكن قوة تجاذب ده بيكون قوة تجاذب ضعيفة قوي يعني عاز يقول لي ايه برضو عازي يقول اللي بيانشأ بين الموجبة والمتعدل هو ما يقدرش يتغلب على قوة التنافر ليه بيقول لي كده؟ في الأول كانا ما فاكريني التجاذب اللي بين البرتونات والنيترون ده اللي بيتغلب على قوة التنافر بين البرتونات وبعضها فبينغيها و يش votedمsche للنواء متмосكة وفيش اي مشكلة لكن معجاجك تشوفوا ان التنافر بيكون قوة كبيرة اوي والتجاذب ده بيكون ضعيف قوي فمن الآخر التنافر ده مش اللي يقدر يتغلب عليها هو التجازة بتاع النيترونات لا فيه قوة ثالثة هي اللي مسؤولة عن ان هي تلغي التنافر اللي بيحصل فبيقول لي ايه مقدار قوة التجازة بمادة بين النيكلونات والعضاء الصغير جدا لا يمكن ان يتعادل مع الايه مع قوة تنافر الكهروستاتيكي بين البيروترونات والعضاء لذلك يستحيل تماسك النيكلونات داخل النواء الا بوجود قوة اخرى تعمل على ترابط هذه الايه الى انيكلوتة وهذه القوة هي القوة النوية القوية يبقى كذا يعرفني معلومة ان فيه تأثير ثالث او قوة ثالثة اسمها القوة الخвой القوية شيء مسؤولة او لتقدر تتغلب علي قوة التنافر الطب تعرفها ايه القوة النوية القوية هي القوة ، وزنواتها الوحيدة تعمل علي تماسك النيكلونات داخل النواة هي عبارة عن قوة وجودها بيخل النواة متماسكة لا فيه بقى لا تنافر ولا اي حاجة مش مستقرة لا بيحول النواة لحاجة مستقرة تماما ما بييلغي اي تنافر موجود قوة يبقى هو قوة تجاذب او قوة تماسك بتعمل على ايه ارتباط النيكرونات داخل النواة عشان توصلها لاستقرار طيب خصائصها ايه القوة ديت عندي اليها ثلاث صفات اول حاجة انها بيكون قوة قصيرة المدى يعني ايه قصيرة المدى يعني مش هتنشقق لما يكون الجسيمات كلها رايبة من بعد اذا ما كان واحد زي جوه النواة كده لازم تكون الجسيمات كلها رايبة من بعض عشان كيكون قصيرة المدى باش بتصغل على مدى او مسافات قصيرة طب الصفة الثانية بيقول لي ايه لا تعتمد على شحنة النيكرونات بمعنى ما بتعتمدش على شحة النيكرونات او ما تختلفش باختلاف النيكرونات يعني ما بتفرقش ما بين بروتون ونيترون هي التنشق بين كل الجسيمات اللي موجودة جوه النواة اي جسيم جوه النواة فهي بتأثر عليه سواء كان بروتون يعني موجب او نيترون يعني متعدل فهو بيخضع لتأثير القوى النووية القوية عشان كان القوى دي ما بتفرق الشابين شحنة الموجب والمتعدل ثلاث حاجة انه بيكون قوى هائلة طيب عرفنا ان هي قوى هائلة يعني ايه قوى كبيرة؟ عرفنا انين؟ مش هيقدر تتغلب على قوى التنافر اه لا هي قوى هائلة يبال قوى هائلة دليل هائية ويستدلل على ده من ايه؟ بيستدلل على ده من ان هي بتقدر تتغلب على قوى التنافر طيب بيقول لي بعكاكبه مسؤالة عالي كده مقالي علل تماسك مكونات النواية رغم موجود قوى التنافر بداخلها ليه النواء متماسكة؟ رغم ان فيها قوة تنافر بين امبروتونات او بسبب ايه؟ بسبب وجود القوى النووية القوية التي تعمل على ايه ترابط او تمسك هيه انيكلونات او مكونات النواة وهي اكبر من قوة التنافر طيب السؤال لي بعده ليه سموها القوية لأنها مستمرتها قوية نوائية ما هي القوية النوائية؟ تأكيداً أن كميتها أو طاقتها هائلة وتتغلب على قوة التنافر ويبقى.. لأنها تأثير كبيرة جداً على نيكلونات داخل الحايزة الصغيرة للنواء لماذا لا تعتمد على الطبيعة النيكلونات؟ وتفرق بين بروتون و نيال الأصلية تنشئ ما بين بروتون و بروتون ممكن تنشئ ما بين بروتون و نيترون أو ممكن تنشئ ما بين نيترون و نيترون إذن هي بتنشأ بين كل الجسيمات اللي جوه النواة ما بيتفرقش تعتبر ليه قصيرة المدى هي مش بتظهر غير لما يبدأ المسافة بينها تكون مسافة صغيرة جداً تبدأ القوة دي تنية تظهر تمام؟ طيب طقت الترابط الناوي نبدأ بقى نعرف نحن نكلم عن قوة احنا ما نعرفش مصدرها ايه نحن نكلم عن قوة تتغلب عن قوة التنافر قوة هائلة جداً قوة قصيرة المدى قوة قصيرة المدى القوة قصيرة جاي من ايه ماذا نصدرها ايه؟ ايه اللي خليها تبقى موجودة اصلاً؟ لا الاسم قلناها تطعانشو بقى مع بعض بيقول لي في البداية كده انا عند اي نواة كتلتين حاجة اسمها الكتلة الفعلية والكتلة النظرية فعلية ايه؟ ونظرية طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الكتلة الفعلية هي كتلة النيكلونات المطربطة بينما الكتلة النظرية هي مجموع كتلة النيكلونات الحر طيب فايه مهمة في الحتة دي؟ نفرق بس فبين حتيتين دول ان الفعلية مطرابطة والنظرية حرة يبقى الكتلة الفعلية بيكون نيكولينات مطرابطة والنظرية بيكون نيكولينات ايه حرة نميزهم مع بعض بس طيب ايه المقصوب برضو فكين لما عملنا من شوائي نواة هنعمل نواة هنحط جوها اتنين بروتون واثنين نيترون لو اجينا نقول نميز البروتون اول نيترون نيترون مع بعض كتلة Vernon ثلاثة يعني مثلا اي بروتون كتلته بالثلاثة واي كتلته بالثلاثة يبقى كلهم كتلتهم كام ثلاثة والثلاثة 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 اربعة حالت fraction عين عند أربع جسامات لو واحدة كتلته بالثلاثة يبقى كلتلتهم ذلك كتلتهم كلتزبن ثلاثة ثلاثة والاربعة بت kamp باثنشر يبقى كيب مجموعهم باثنشر بماذا؟ 22 يوم؟ ليه واحدة الكتلة الزرية تمام؟ يأخذني في الوقت انه ذلك، انه سيكون 12 انا كده لمحسبتها و جمعتهم و صلعت الناتج بـ 12 انا كده بحس بكتلة فعلية او كتلة النظرية؟ قال لي لا الكتلة الحسابية اللي انا بحسبها بـ دي انا بحسبها بالناغي اسمها الكتلة النظرية يبقى انه الـ 12 كتلة نظرية هل تختلف عن كتلة الفعلية؟ اعجابا، كيف؟ هذه الـ 12 هلأنها قدرة تقادر كام؟ بقيت مثلاً عشرة قالت ولا زادت؟ قالت يبقى الفعلية بيكون أقل من النظرية هل دي حقيقيًا هتتضاير؟ لا دايماً الكتلة الفعلية بيكون أقل من الكتلة النظرية وهو ده بقى مصدر الطاقة ازاي؟ دلوقتي أنا عندي النيكلونات ديت قلنا مش طائقين بعض في النواة في منهم قوة تنفر هائلة فقال لي يحصل يعملوا ايه؟ يتصرفوا ازاي؟ فطرياً كده دي أنه هم يضحوا يضحوا ازاي؟ كل جسيم من دول يفقد جزء من كتلته او القوة ناوية القوية نيمكن نيكلونات كل جسيم من دول سواء كمبيروتون او نيترون يفقد جزء من كتلته بيحويلها الطاقة عشان تتعلق ترابط وتماسك بين مكونات النواء عشان يكون الكتلى الفعلية الحقيقية أقل من مجموع الكتلى علشان ان هناك جزء مفقده مثلا هنا كان فقدت 2 من 12 بقيت 10 طيب الى 2 فقدتهم من كل جزءين فقدت جزء يعني فقطة 1.5 ومفزة بجموعهم 2 فبالتالي الكتلى الفعلية سيكون أقل من مجموع الكتلى للمكونات وكتلى النظري يبنيات المؤكدة أهم جدا الكتلى الفعلية هي نوات أي ظرة أقل من مجموع كتل مكوناتها لأن النقصة في الكتلة يتحول إلى طاقة لربط هذه المكونات ثم من هنا يخش على التعريف المهم عندي تعريف طط الترابط الناوي هي الطاقة اللازمة لربط مكونات النواة والتغلب على قوة التنافر بين البروتونات الموجبة وبعضها الطاقة ديت هي وظيفتها ربط مكونات النواة وتتغلب على قوة التنافر التي تنشأ ما بين البروتونات مصدرها إيه نبص كما مع بعض حسنا نظرها إيه بس نقرأها برو المصدر بتاع الطاقة المصدر الطاقة هو النقصة في مجموع كتل مكونات النواة أو النيكونات الحرة عن كتل النيكونات المطلط يقصد إيه إن الكتلة النظرية بتقل لحد ما تصل للكتلة الفعلية حيث يساهم كل نيكلون بجزء من كتلته تتحول إلى طاقة تربط مكونات النواة مع بعضها يبقى أنا عندي كل نيكلون كل بروتون أو نيترون بيفقى جزء من كتلته يحاولها لطاقة اسمها طاقة الترابط الناوي اللي هي تتغلب على قوة التنافر وبعد كده يقلنا لشوية قوانين كده عندنا زي ما انتفعنا في كلها تقاطعود مباشر بيقول لي إيه طريق حساب طاقة الترابط الناوي يقول لي احسب طاقة الترابط الناوي طيب عشان نحسب طاقة الترابط الناوي بامشي على أربع خطوات بالترتيب بنفس الترتيب اللي احنا قدامنا دلوقتي أول خطوة بيقول لي إيه نحدد عدد البروتونات والنيترون بشوف عندي كم بروتون و كم نيترون طبعا دهاécole زاهرة لذلك المسألة مع الله هناك بروتون و كم نيترو ثانيا حاجة بنحسب الكتلة النظريه طب إيه قانون «كتلة النظريه» أصلا ب especially my father عدد البروتونات pump في كتلة البروتون اللي هو هى كوم مدهوني زائد عدد النيترون كان لسا فوق فيé كتلة النيترون اللي تكن هو متلهاني ها dioني لدي كتلة بورتون وكتلة نيترون انا الداعجا في أعدادهن واضرب باللد فإن أعداد نيترون في كtwاته أثناء قوم بcotlevته الخطوة الثالثة بحسب معها النقص الكتلة تشألي الناقص في الكتلة فالناقص في الكتلة وهو مصدر الطابقة الفترابطة الصيف لذلك سأك Connie if we comment じ podcasts is equal to connect قال الفعال، هل نقص نتزش ف Inspector لأن الفعال بيكون اقل من النظرية. انا بطرح الكبير ناقص الصغير. يبقى الكتلة النظرية ناقص الكتلة الفعلي. عشان ناقص في الكتلة. اجي الاخر خطوة عندي نحسب طاقة بترابط الناوي او اللي اختصارها بيكون بي ايه. كالاتي. بصوا كده ايه قانون بتاعها قانون سهلا بي. الناقص في الكتلة اللي هو خطوة رقم ثلاثة. اهو. الناقص في الكتلة النتج بتاعها في تسعمية واحد ثلاثين كرقم ثابت. يبقى عشان احول. الناقص في الكتلة لطاقة بضرابة تسعمية واحد وثلاثين. طيب. عندي كمان ثلاث قوانين فراعيين كده. بس بيجي عليهم مسائل بيقول لي ايه. حاجة عندي اسمها طاقة الترابط الناوي لكل ناكلون. طب. ربقوا كده معي. احنا قلنا اول حاجة ايه. طاقة الترابط الناوي. اللي هو خطوة اللي فوق. ايه بقى طاقة الترابط الناوي لكل ناكلون دي. ايه الفرق؟ حتى فانا من شوية لما جئنا نلسي من النواة. ان كل ناكلون سواء كان بروتون او نيترون بيفقد جزء من كل شوية يحاولها الطاقة. تمام؟ فالطاقة اللي انا بجيبها فوق ديت هي الطاقة الكلية لكل النيكلونات مع بعض. فبحسبوا لي حاجة اسمها طاقة الترابط الناوي. تمام؟ لكن هنا او عايز يعرف كل ناكلون. كل بروتون وكل نيترون. بيفقد او بيطلع طاقة مقدارها كام. لكي يقول لي اسمها طاقة الترابط الناوي لكل ناكلون. طيب. يبقى قوانها ايه؟ طاقة الترابط الناوي الكلية على عدد النيكلونات. يبقى هنا بأسم الطاقة الكلية اللي انا جيبتها من فوق على عدد النيكلونات اللي هو على عدد الكتلة. طيب القول الذين ست отвischenي. طيب القول الثاني ستكون للكتلة الفعلية. أي قول القرة الفعلية؟ لكم يروّد الكتلة الفعلية بتสوي القتلة الحسابية. طاقة الترابط الناوي على عدد عدد نظري. كتلة مكونات النواة الكتلة الفعلية زائد طبط النواة 931 هذا معنى ان الكتلة مكونات النواة هي هيها كتلة حسابية هي هيها كتلة نظرية دول ثلاثة اسماء لنفس الحاجة كتلة نظرية صح كتلة حسابية صح كتلة مكونات النواة صح